بارح خرج المنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية شوف الفرق بقى شوف الفرق بعد المباراة بكم ساعة أشرف حكيمي اللي ضايع ضربة جزاء للمنتخب المغربي قدام جروب أفريق كم ممكن يتعادل بيها أشرف حكيمي نزل الاعتذار الاعتذار على طول مش مستني بقى يومين تلات اربعة أبال ما يفكر ويشوف واعتذر ولا ما اعتذرش فهم وقال ان اليوم كان حزين عليه على اللاعب يعني وقال ان هو بيعتذر عن ركلة الجزاء قال ضائعة وقال انه يعني كان ممكن يبقى فيه أحسن بالنسبة ليه المنتخب المغربي وقال كلام مهم جدا فيه اعتذار حتى وليد الركراكي طرع قالك في أصحاف المغربية انه مستعده انه يرحل عن منتخب المغربي وقال انه باقي عند كلمته يعني دي حكاية كلام كلام فيه احترام للجمهور بسرعة كله يطلع يتكلم الدار بيطلع يتكلم اللاعب يطلع يتكلم الاتحاد هيتكلم حياة سهله اشرف حكيمي يعتزل المغربة عن تضيع ركلة الجزاء العب محترم عادي يعني دار بالجزاء بالضيع عادي اعظم اللاعبين في العرب ده يقعوا دي جملة يعني بنقررها كتير يعني مش حاجة مش حاجة غريبة هي ضربة حظ يعني كل الاحوال ده اشرف حكيمي هاتوا اللي بعد يا شباب يلا ركراكي قال ان انا باقي عند كلمتي ومستعد لمغادرة المنتخب المغربي برضو كلام محترم قال كمان ان كان فرصة الاسود لاستخلاص العبر ده الصحافة المغربية بعد المباراة وصحيفة المنتخب قالت ان وليد عجز عن تحقيق ما انجزه كلاعب كانت صدمة كبيرة بصراحة لكل الجماعية العربية خروج المنتخب المغربي تحديدا انبارح لانه كان المرشح الاول بطبيعة الحل الفوز بهذه البطولة بعد موصل لرابع العالم في بطولة استثنائية تاريخية لكل العرب وكل القرى الافريقية يعني هي البطولة معفراتها هارد لك ليه المنتخب المغربي بكل تأكيد وكل المنتخبات العربية سواء المنتخب التونسي والجزائري والموريتاني وبالتأكيد منتخبنا الوطني المنتخب المصري اشتركوا في القناة